مخلي للبتنجان من الأطباق اللي بتتحط على أي صفرة تفتح نفس الواحد على الأكل هعمله معاكم بأسهل طريقة بجيب البتنجان الأسود واخسله كويس جدا واقطع الأمع بتاعه وافتحه بالسكينة من النص بالطريقة دي عشان لما يتحمر القلب البتنجانة تتحمر من جواه وفي زيت غزير وسخني جدا هحمر فيه البتنجان وحمر كمان الفلفل الرومي بعمل فيه فتحات بالسكينة الفلفل علشان ما يترتش وإحنا بنحمره بعمل على البيتنجان والفلفل في طبق وحضر التدبيلة في الكبه أحط أرنين من الفلفل الحامي وأرنين من الفلفل الرومي ومعلقتين كبار من التوم المهروس ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة ومعلقتين من الخل وهعصر عليهم لمونة وحط البهارات ملح وفلفل أسود وتوم بودر وبصل بودر وكمون وكسبرة نشفة وبابريكا وحط عليهم معلقتين من الزيت ويا من المياه صغيرين واضربهم كويس في الكبه واجيب البتنجان هصيبه يبرد شوية صغيرين وابتدي أحشي البتنجان بالخلطة اللي احنا عملناها بالطريقة دي وكمان لو عندك طماطم صغننة ممكن تجيبيها وتفتحي فيها فتحات صغيرة وتحشيها كمان بالتدبيلة دي بيكون طعمها جميل جدا ويكون جاهز معك أحلى طبق بتنجان مخلل بجد طعمه روعة اشتركوا في القناة